حكاية الليلة انت واحد صديقة خائنة لشركة المكلة والشراب وكل شي مع صاحبة الحكاية مرام اللي غدي اتفق هي واحد شمكار عزكم الله او بالاحرى وحش آدمي اللي ما غديش يسيطر على راسه وغدي دوم الساعة جحيم على مرام صاحبة حكايتنا الليلة والسبب انتعدش كله الاحتجاج صحيح ما يسمع بالحب اللي عمر ما كان الحب هو هذا ولكن جميل فهذه الحكاية هي النهاية ما تمشي فين وبقى في بلاستك سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من الانكم تكونوا باخير وعلى خير اموركم هانيا احوالكم طيوة اذا كنت جديد على القناة نقول لكم مرحبا بيك واذا كنت من اهل الدار الداردارك المؤنسة ديالكم عادت اليكم من جديد كدائما وابدا ممنوع الوحدة ممنوع الملل نعم للإيجابيات وللعبر لو كنتشوفوا ان هاد الحكاية دي الناس اللي كان عودش حنفعوني في حياتي ميمكنش للدرجة انه يوقف قدامي شي شخص نقول لكم ماذا فالش يفكر وواش نوي المعقول ولما نويش المعقول المهم اغير بغيت نقول لكم بلي انه في حكايتنا السابقة كان هذا هو الشكر ديال صاحبة الحكاية تاني حاجة يعني الممتزبين ديالك تبارك الله عليهم يعني في حد مستولي يزوين بزايف كل شي مساكن كدعيهم معايا كل شي كاتا من الناس صحيح بغيتك تشكرهم في بلاتي بزايف والله يسهل عليهم تهم والله يعتمنا في خطرهم والله يسهل عليك حساتي وكان اللي عاود نقول لكم شكرا 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 بزايف فاخريني ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يالله لنبدأ انا مرام تربيت وكبرت في عائلة اللي ما عندهاش ومخصاش احنا بنا ثلاثة ديال ابنات واخويا صغير اخواتي كانوا كبر مني ماما كانت خدمة غير في الديور وبابا كان خريج الحباسات بامتياز كبرتنا ماما مسكينة بالخدمة ديال بديور وضربت علينا تماراة ديال بالصحر طفولة ديالي مداد فيها حتى شي حاجة خيبة نغرب دخول ديال بابا الحبس وماما مسكينة اللي كان شوفها كانت تقطع عرق بعرق شي حاجة اخرى ما كانش كنت نقرأ مزيان وكنت نجيب نقاط لهم مزيانين لكن القصة ديالي غادي تبدأ منين غادي يكون عندي 15-16 لسنة كنت تكنف واحد الحي ليهو عشوائي وكانت عندي واحد صحيبتي اللي كنت حسبها اختي وماشي صاحبتي كنت كان عاول لها كل شي هاد الصديقة ديالي ما كانتش كتكرا العكس ديالي انا تماما وما كانش اصلا نهائيا دخلان مدرسة انا كنت اكرا في الدار اما في ذوك البيوت اللي كان اسمي ومحنا الفندق بيت حدا بيت اما بهم بزاف جيالناس هاد صاحبتي كانت كتبات معايا وكتقية معايا وديما كتعمر لي راسي خرج للمدرسة مخصكيش تقراي شو غادي تدري بيها شو في انا قلسة كان نعص معطلة ونفق معطلة وحياتي زوينة تي كت نعصي بكري وتفقي بكري وش هادي حياة هاد صاحبتي كانت مبلية بالداري وبالصاحب انا ما كنتش معمرا نهائيا راسيب هاد الشي واحد نهار واحد ولد الحومة حتى هو ساكن معاهم في نفس الفندق كابر معاهم كان دائما كيتبعني باش انا نعطيه فرصة وانا ما كنتش معمرا راسيب هاد الشي وتنقول اخر حاجة نفكر فيها انا ندخل في شي علاقة مع شي انسان خصوصا انه يكون من المحيط ديالي قلت طلب نياد صاحبتي باش انا نعطيه فرصة اعطيه فرصة انا نعطيه هاد الفرصة واحدة تاليه كنا كانت تعارفه وهو كان كبر مني وكان عاجبه راسه عايق زعماء كانت مو كتعف زناقي واخا كلنا كان سعاو ولكن كان سعاو ربي ما كانش عندهم وحالتهم المادية كانت تحت مننا وبثاف الناس كانوا كيقلبوا على شي حد اللي حسن منهم ويزيد بهم القندام وانا للاسف طحت فما كرف مني هادر مني اعطته فرصة اعطاني واحد الاهتمام وبيلي واحد الحياة وردية ورغم الفقر انا الاب ديالي كنت كان حسبوه زيد ناقص حيثش لحنان لاوالو جسد بدون نروح وخصوصا شي انسانة فقدها تجيها في حياتها ويدخل حتى شي وحش لحياتها ويعطيها الحنان كتولي كتحطوه في حد البلاصة اللي هي كبيرة وليس كان بغيه وكيبال لي هو ما عارسه ويمكن فضل لي من عائلتي هو كان تكمل حشيش عزكم الله كان مبلي وماشي نهائيا من المستوى ديالي تي عمر لي يا راسي يلا نمشيو يلا نخرجو شوفي اهزيل داركم الفلوس ويلا نخرجو اهزيل ببك الحشيش حيشش أنا ما بقاش عندي حيشش بابا أنا ذاك كان كيدخل الحباسات على ودها دلويل غادي نتقطع لك غادي نضربك هذا هو الأسلوب باش كنت يحاورني خويا انا ما عنديش ورامو يمتخ دامة على أربعة ديالنفوس في الديور واذا ممكنت غير كتسعة انا رمي خدامة غير عند الناس رفيتينكم غير بالصبر ورمي ممكن نزلي ذاك شو لنحطي يضي حتى على الحرام فيما كنت مقول لي هذا الهضراء كنت كنا ناكل قتلة ديالعصاء وصاحبتي لي زيادتني لهذا كتتحضر لشنو سيوقع وكاسبتها تقول لي وانت لي ما كتسمع ايش اللي هضرتو ديما وقت ما كنت جاي من المدرسة يبدأك يقلب لي جيابي اذا كنت عندي شيء هذا الانسان كيبغيني هذا هو التفكير ديالي والله واعلم حتى الواحد النهار كيف ديما ولكن هاد المرة كنت جايبة القرعة ديال واحد السيدة لماما اللي كانت فيها اثنين واربعين الف ريال وقف عليها وبدأك يقلب لي جيوبي لقى ذاك الخير وحيدوا لي لا لا ارى فلس ماما رمش يدوني ما غديش تخديهم واذا قلت تداركم شيء حاجة والله حسن ديلك أحسن شوها شنا اياد شوها اذا لم يمشي عند ماما اقول لبابا ويفضحني ويقول لهم بليرا بنتكم رابعة علاقة معايا خفت وقلت له يا كنتك تبغيني عنيش غدي تدار بحال هكا اه انا سم بغيك واذا درت بحال هكا غدي نزيد نأكد لك بالحب ديالي ونحتار في داركم عفك اخويا انا را مقدش على المشاكيل بغيتي هاد الفلوس هاكم خدهم انا را ماشي شفرتهم لك ولكن من مريضهم محتاجهم وكنت عوال عليهم عندي دا تفيد الله لو كان ما كانش عندك غدي ناخدهم بلاسة واحدة اخرى وعلي كيفاش غدي ناخدهم بلاسة واحدة اخرى عاو تاني خد ذلك الفلوس وزاد وطرق كاملة وانا تفكر الله يا ربي من انا غدي نجيب ذلك الفلوس لماما وهو واحد تماليه وكتير ماشي شي شي حاجة ليا قليلة صنت على واحد السديق ديال العائلة كنت عزيزة عليه بزاف حيث انا دروي شاف اخوتي وكانت سمع اللذرة وكنت نقرأ قلت لي عافك يا عمي راني بغى انتكسا وخاصني شحان من حاجة وخاص عطينا يدل قد القد اها مرحبا خدي شي شوية وعطي لخوتك شي شوية انا كنت عارفة بلي انا واخوتي ما كيدوي وش معاه حيث انا كنت عزيزة عنده هزديدوك الفلوس كاملين وعطيتهم لماما السيد ولفا وكان خاصني ضروري كل مرة نعطي فلوس وبغاني نعطي حتى الحشيش ازاكم الله ما كنش تنبغي وبطبيعة الحال ووقت ما رفض كنت ناكل لعصى بززت على هدل العلاقة تقريبا شي عامين ونص اللي كانت فلاقة وما شي عالقة فعد عامين ونص ماما كانت كاتهلك نايسة باش انا نبعد منه وفي نفس الوقت هو تيضربني ويقول يا ما تبعديش مني واذا بعدتي مني غادي نضربك ونضرب اختك ولا ندير لك شي حاجة كان ديما كيهددني حيثاش بابا كانت يدخلو كيخرج للحبس وكننا احنا بنا ثلاثة ديال لبنات عاد ماما وخويا صغير احنا كنا غير وليات بهذا المعنى كنت كان خاف وتنصبر وكنت يسحبيا باللي انه تيبغيني وما قدشي بعد مني لقد كنت نقول لراسي فهذا العامين ونص وانا ما زال باقع لا علاقة مع ذيك الخليلة ديالي اللي هي اللي كانت كنت تأكد لي باللي انا وهادي سيد راتي يبغيك وبقى معا مارا صبري معا راباغيك وما تخليل مني يقول باللي انا بغيها بغيت نزوج بها صبري معا ويلي راباغي يخدم وراها تفكر انه يشد شورت ويبني الدار ويتزوج بك صبري معا وانا كنت خيرتان حلم ضروري نديرو الدار ونبنيو العائلة ونديرو ونفعلو منين وليت كنضج بشوية بشوية وكتدخل معايا الوقت بدتان نقول ما رام شنو كتديري راه هاد خينا ما نصالحش لك في حياتك شنو كتديري وليت كان بغيين بعيد منو ما بقيش كنجاوبه ما بقيش كنمشي المدرسة بعد المرات غير باش ما نتلاقاش به واذا مشيت تحت تلاقيت به بصدفة غاد ينكل قتلا دي اللاصة فهاد الايام اللي كنت كانت تخبى عليه اعطاني قتلا دي اللاصة واخدالي تليفوني اللي كان غالي في ذيك الوقت اخدالي ومشابعو لي وقال لي بلي انهو باش تعلمي ما تجاوبينيش ما تجاوبيش رجلك وش كينا شو حدك تهرب من رجلها بعليه التليفون مشيت لعند ماما سولتني عليه كنت لها رطح ليا وما نقدرش نقول لي اخدالي ماما خوفوك تخاف من المشاكيل غاد ينطلع للسان كيام وانا ما زال باقى في تواصل مع ذيك صحيبتي اللي كنت تبات معايا وهو كنت بقى ما زال كانت تهرب منه وتنقول اذا بقى عود ما زال قاسني غاد ينطلع عند البوليس وهذا المرة غاد ينطلع معايا اختي الكبيرة فهذا النهار ما دويتش معاه من بعد ما دويتش معاه واحد شهرين وقطعت علاقتي به وكنا اصلا تحولنا من ذاك الحي وما بقىش كان نخرج ولكن هاد صاحبتي كانت عارفة الدر لانا كانت كنت تجي تبات معايا حتى الواحد الصباح كنت قارية معا التمانية وانا كنت متلت عليها الطريق اللي كنت امشي لاندراسة باش ما يتلقىش لها سؤالتنا هاد صاحبتي مهاش داخلة ثمانية اينا طريق غاد ينطلع طريق الفلانية علاش واش غاد يتفقي الصباح تمشي لداركم لا لا راني غير سوولتك وصاف ولكن لا هي كانت دارة معاه غادي تقولي شوف اها مره مهاش غادية ومنين غادي تدوز تسنى هبكري ورا ما كتوصلها شما انا فقط صباح علانيتي وهي فقط نات دارت راسة باناها غاد المرحلة عزكم الله وها كانت تحفر لي من مورة داري قلت لي هيا خرجت من الدار ديك الوقتها خرجت انا مولفة انا ندوز من واحد طريق اللي كانت شوية خاوية ولكن عمر شي حد ما كانت يدوي معايا حتى غادي وقف علي هو بموتور حطي لي ذاك الموس اللي كي تطوى في جنبي قال لي غادي تطلعي ماذا ولا كلمة وإلا سنخشيه لك في جنبك طلعني معاه شد الشان سيد عوال جايب معاه من الدار وعقدني معاه يد صيق الموتور ويد ملويها وخاشي لي الموس في كرشي تحاولي تنزلي ولاحظة نخشيه لك في كرشك لم تحاولي ندوز وكنت تقول سيدي شي جرده يعطني زجال الترفيقات ويبغي تصالح معايا وسيدي نرجع للدار حيش كان هذا وضرب دياله مشيت معاه وكانت بعيدة من دارنا نساعة بالموتور وكانت بركتهم الثانية وكانت مع الصباح دنيا خاوية دخلني لها لما كانش فيها الضو وأول مرة كان دخلت دماء كنت لابسك سواء طويلة وشورط وملابس داخلية قال لي ما نسمعش صوتك وانا كانت فيها الضيقة كنت مريضة قلت لي شوف خلينا نظره على بره لماذا جبتيني الهنا دخلي وسكتي غير دخلت تخيله سوف يضربني حتى الحمي سوف يترسل ويضرق وفي هذا البيت كانوا فيها ربعات لحوفة كان نقص تخيله معي من الحاف للحاف هو سوف يتعرى وجعر وبدأ يضرب ويعود الحمي ما بقيتش كنحس به تصوره إذا غوط كان يزيد كمال عليا سوف يتعرس لي رالانج للول ومش أجاب الكابل الثاني وتعرس لي ومش أجاب الشاجر وتقطع ومش أجاب الكابل اللي كان أخلا يضع أخر في ذلك الظلام كنت أسمع غير ووف أنت على الكابل مع الشحطة وفي ما جاء كانت يضرب ولي كان حسنا براسي نهائيا سوف يضربني من شعري وضرب لي عيني مع ركبته حتى أقول أن يحس بها الثلاث شدني من شعري وبدأ يضورني في ذلك البيت والأرض سوف أتكلم في ذلك العصة من الثلاث الصباح إلى ثلاث اللي شعري بالموز وضرب الرجلي بالموز وفع عنقي وصلنا لأكفز لقطة في حياتي تمنيتكم بقيت لأكل العصة الصباح وما وصلت لقطة فهذه اللحظة سوف يسرحني ويربطني وخشف مفوطة وأعتذر للمقام يا متابعين ولكن لكم أن تتخيلوا ماذا سوف يقع أبدأوا في المخيلة ووقع اللي لم يكن في الحسبان عتيدة ووحشي الضرج أنه سوف يأتي لنازي في حاد وهنا انتقلت العزو بيدي إلى رحمة الله منين سالة وحيش فيها الثلاث سوف يشدد وقجني سوف يحط لي رجل على صدري ورجل أخر على وجه ويد خانقني بها وبما أنه تم في هذه الثلاث سوف يخرج ويقلب في الرابوزات وفي ذلك اللحظة هذا التليفون كتبت لصاحبة ماما وعتقيني في البلاصة الفلانية معا فلان وصفت لها الموقع حيث لم يكن أعرف بالطبط فين سيدانا تسجيلتها لماما وماما لمشيت تجري لعند أمه في البلاصة فين كات ساعة حيث كانت معروفة أمه أعتقلي يا بنتي والدك سوف يقتلها في البلاصة لم يكن أن تسجيل تاكسي ونتقل الموقف سوف يتصوني عليه وتقول يا راب طفلانا جايب لك الجندرم أهرب هنا سوف يكمل علي وانضمت على صفت ذلك المساج حيث كنت تدوب لك لعصا ديال اثنين جاءت من وخرجتني وشافني في الضوء بدأ يبكي ويطيح وينوض أنا لا تريدك لم تحسين براسة لك في حال هذه الحالة لم تريدك تبعد علي لم تسحب رأس رجعتك بحالك سمحي لي يا العار بقي معي سوف يدني مني يضم وقال لي سوف تبقى معي وليس تمشي أمو خائفة وقال لي لا سوف يشدك البوليس دعني تمشي أمو تخيل ومعي سوف تصفتني بكسوة التي مقطعة ووجه وقد أعطتني فلوس تاكسي بحال شكل أعزكم الله وقال لدارنا وجدتهم دائرين علي قنازة مع الدخلة ورأت في حالة ماما صغفت وقال لدارنا للطبيب وأكذر ماما بأنني فقدت العدرية وقال لدارنا وقال لدارنا 60 يوم وقال لدار ورجعت بحالي للدار وقال لدار ثلاث شهر حتى الشهر الرابع تقطعت ماما وقال لدارنا ونحن سأكله وقال لدار اهبد وماما سأخبر وقال لدار ماما لدي وقال لدار وقال لدار حتى الشهر وقد شوى ويجدت لدار وقال لدار وستفت في القراصة ماذا أقول لدي هذا وانا لدي 18 عام يا ربي لنรู้ ماذا سأقوم وقال لدار لا تقول للمكواله وإلا تموت بالله سألقاه شيئا بقيت كان نود وطيح يا ربي شنو غادي ندير صنايت على واحد صاحبتي اللي كانت تكبر مني وكانت صاحبت أختي شوفي أفلانا أرى مرة ذاك المشكلة اللي وقع ليا راني لقيت راسي حاملة قلت لي شوفي ركينا وواحد لكينا لا ما نقدرشانا وابغيتش نديد نوب ما عندك ما تديري مكتب الله ويتصرف شريتها في واحد الليلة اللي ما بات معي حتى يحد في ديك الدار ماما كتتخدم في قهوة اختي مزوجة الاخرة بيتها في درجة هي وخالتي وخويا فبقيت بوحدي شربتها وبالتبوحدي كانت تقطع كان طيح وكان نود وكان اغوط لربي اللي خلقني صاحبتي اللي كانت السبب في هذا الشيء ما بقيتش كدو معي يا صافي سألت وصلت لدك شيء اللي بغيته وقفت معي ديك الليلة صديقتي وحدة اخرى اللي كانت تكبر مني وكانت مزوجة وكانت ليحضتني الفلوس باش انا نشري حتى شوية سيبدأ يهبط مني ذاك الجنين بحال الطرفة وانا تمكي وكانت قول يا رب تسمح لي يا رب يا رب راني هذا الشيء ما درتوش عن القصد ومانويتش ارى ما يمكنني انا عندي غير 18 عام واندير هذا الشيء والناس ماتي عدروش وما غديش عرفوا باناناني تختصبت واناويتش كله كان بزز مني كان شوف ذاك الشيء وكانت قول سمح لي يا راني مانويتش نقتلك ولكن انا ربقة صغيرة وما قدراش على هذا الشيء لا عين شافت ولا قلب وجع اليوم دا السنوات على هاد الاحداث واللي تمارمو احد اخرى وتعرفت على واحد والد الناس من قطية بخلق الله وامو وباه كي يبغيوني وتي حمقوا علي وبزاف هادك والد الناس غدي ينصرحوا هو امو بالحقيقة كيف ما هي الحاجة اللي كاتبت بلك ذوب ما كانت تيسرش تخيلوا شنو غدي يقول لي يا بان الناس انا باغي كيف مانتي باغي قلبك وما باغيش حاجة واحد اخرى والغلطة يقع وانتي مختارتيش هذا الشيء وانا عندي اختي وما نبغيش يوقع عليها بحلاكة امو كاتبغيني وكاتبغيني وعائلته كذلك وحتى هو كي يبغيني وحتى انا اما داك الشمكار عرفتكم سولته معارسكم شنو وقع عليه من بعد الشيء كله اليومينا هذا عمرو ما تشد وباقي سيصوني لي وتيقول لي انا تنبغيك وغادي نقتلك من هالخطوبة ديالي بعد والد الناس كانت يبكي وهضر مع الخاطب ديالي وقال ليه انا باقي تنبغيها وهذه كل البنت انا اسببها وهي رهب ماشي بنت قال لي خاطبي انا بغيها كيف مما هي واذا كنتي راجل قدم راسك البوليس اذا كنتي بالصحكة تبغيها كيف تقول الحمدلله انا اليوم بقى مخطوبة وكانت النار بي سهل علينا باش ندير العقدة ونتزوجه وبابا وستعد الشيء كله غادي يجيه سرطان وغير غالس وما ممسكينا بقى في خدمتها واخا عيتها معايا ودوزت معايا المشاكيل بدوري ما بقيش غالسة اغادي ندفع باش نقرأ ممرضة وغادي نحسن من راسي ونخرج من هذا الماضي لمعا العلم انه ما بخاش يتنسى ليه وقادي كلكية ديال صاحبتي اللي كانت سبابي فادشي ما قدرتش يتنسى ليه اما هو ما تنكله ادنى مشاعر كراتوا واحد كره لي ليس له مثيل وما كانش انا ينشده قدامي ونبقى كندبحه ويموت ويحيا ونعود ندبح فيه ولكن الحمد لله تنقول بلي انا ربي كبير ويعودني وعرف النية ديالي الصالحة عودني بواحد ولد الناس اللي ما كانش في حاله اللي تيبغيني وتنبغي حتى انا لا ولا عائلته وعلى نيتكم ترزقون ولكن اللي بغيت نقول حكايتي عافكم ما تتقوش في الصحابات ركينا اللي كتشوفك احسن منها وتبغي تهبطك بأيتها طريقة ما تتقوش في اي واحد قال لكم تنبغيك حجاج اللي كيبغيك عمره ما كيقاديك السؤال اللي يدرني في خاطره هو لماذا هدول الناس غمر معي واخترني انا وماشي شي واحدة لي هي يعني بشرفها بكر وهو باقي ما زال عزري اللي كي يدرني في خاطره وتيجيني فيها دائما تقني بالضمير هذه هي كانت حكايتي وهذه هي كانت حكاية مرامي يا سادة يا كرام شفتوا الصحابات ماذا يديرو صراحة لم يبقى اشتاقة اياكم و اياكم من الصديقات راكي اللي كتوكلها و تشربها و تدخلها لداركم و تنعسى فراشكم الى ما اخرى فرمشت عين تقدر تدلك بحل كدرت هاد خيتي المرام اما جوابا على السؤال علش انتي غمر معاك غادي نقول ليك حيتاش ببساطة هاد الشخص عنده اصل والام اللي رباته خير ما علمته هاد الشاب عنده خير كبير مع مولانا لانه قبل انه يسترك على واحد الامر اللي اصلا ما عندكش فيه ذنم هاد الانسان فعلا كي بغيك قولا وفعلا و هنيئا بالعواض ديال مولانا عليك انا دائما تنقول بلان الانثى هي ليست فقط بشرف الانثى مقام و اخلاق و اداب و قلب الى ما اخره من غير هذا عجبتني حاجة اخرى احمدك كان كلها كل الاحترام و التقدير لانها مثال حي ديال لانه ماشي قال حماوات خيبين و قاسيين و ماشي قال حماوات انانيين و عدائيين بما انك صرحتهم بعض الامر ما عارش واش احمدك غادي تشوف هاد الحلقة ولا لا ولكن بغيت نقول لها مباشرة شكرا شكرا على المعاملة ديالك مع مرام شكرا حيش قبلت بها و كأن شيئا لم يكن حيش كان بامكانك انك تقول لولدك الا وتحولي من نهاية البداية لهذا القصة ديال مرام الى معاناة من نوع اخر تقول سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا و في الاخيرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ركز بزاف على نهاية الحكاية لانه بحال هاد الاخلاق صراحة قلال فين كالقوم وسط مجتمعنا العربي ذاك شي باش انا فخورة بالعوض ديال مولانا لهاد الانسان مرام كلنا تنخطئوه ولكن كان لي خطأ بسيط منو تقلب لي حياتو رأسا على عاقب العبرة من هاد الحكاية شركتها معاكم مرام ولهذا عافكم ما نرخصوش رأسنا ورغم الفقر لا المادي ولا حتى الجايبي فدومتم في رعاية الله وحفظه نتلقوا بعد غدا ان شاء الله سلام سلام سلام